باقون في الساحات حتى إسقاط نظام المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وقتلة الشعب العراقي يقول متظاهر ثورة تشرين مؤكدين على استمرار الحراك الثوري وعدم الالتفات إلى محاولات أحزاب السلطة لإنهاء التظاهرات بالقمع تارة وبالمناورات السياسية تارة أخرى وفي ظل انتشار فيروس كورونا في العراق فإن المتظاهرين يرون في ذلك الانتشار دليلا إضافية على عجز السلطات الرسمية عن تقديم الخدمات العامة تأكيد أوردته وكالة فرانس بريس على لسان ناشطين في التظاهرات أكدوا كذلك أن الفيروس الحقيقي هو السياسيون العراقيون الذين أفسدوا البلاد ونهبوا خيراتها وقتلوا شبابها المطالب بحقه في الحياة الكريمة الوكالة الفرنسية لفتت إلى جهود المتظاهرين الذاتية في مواجهة الفيروس حيث يقوم شباب متطوعون بتوزيع منشورات وإلقاء محاضرات حول سبل الوقاية من فيروس كورونا كما يوزعون أقنعة طبية مجانية بعدما ارتفعت أسعار الأقنعة وتحولت العيادات الميدانية التي كانت جهزة بالمعدات الطبية والأدوية منذ أشهر لعلاج المتظاهرين الذين يصابون بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع إلى مراكز لتوزيع سوائل التنظيف المطهرة والنصائح المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المعتصمون في مواجهة الفيروس بدأوا في إنشاء غرف للتعفير والتعقيم داخل ساحة التحرير لتقليل فرص الإصابة بالعدوى مؤكدين أن الثوار يواجهون الفيروس القاتل كما يواجهون قمع السلطة وفسادها وأنهم عازمون على المضي في تلك المواجهة حتى إسقاط النظام الفاسد الذي يتهمونه بالكذب والتعتيم المتعمد فيما يتعلق بالأرقام المعلنة عن أعداد المصابين بالفيروس في العراق ثوار تشرين إذن عازمون على استكمال ثورتهم لا يرهبهم في ذلك عنف سلطة الأحزاب الموالية لإيران أو تفشي فيروس كورونا فكلاهما عدو للشعب العراقي وكلاهما لابد من إسقاطه مهما بلغت التضحيات ترجمة نانسي قنقر